اشتركوا في القناة طبعا احنا منحكي مختصرة للاشخاص اللي بيحبوا يسمعوا الابراج بشكل سريع ويستفيدوا منها كمعلومات لحركة القمر فقط لا غير اما اذا انت حاب تسمع تفصيل اكثر واعمق ودقة اكثر لكل مجالات حياتك في حلقة بتنزل بعد ساعتين على القناة هي لها علاقة بالتفصيل الممل جدا لكل برج بكل تحركات حياته فبتقدر تسمع حلقة اذا عجبك المحتوى بتصير التابع ياهض يعني اللي بعجبك انتي بتتابعه خلينا نروح على توقعات عشان ما نطول بالكلام والمقدمة لانها مختصرة طبعا القمر اليوم موجود بالدلو لغاية ساعة العصر تقريبا ورح ينتقل للحوت خلو المسار رح يبدأ من الساعة سبعة وسبعتاشر دقيقة صباحا لغاية الساعة ثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر هذا يعني ان الفترة ما بين الساعة سبعة وسبعتاشر دقيقة للثلاثة وثلاثة وثلاثين هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار لأنه هاي تسمى فترة خلوه المسار طبعا بعدها القمر بنتقل لبرج الحوت وباستقرب في برج الحوت وبيبلش يشكل أول زواياه في ساعات المساء طبعا القمر بالنسبة لعمره معروف أنه عمره 11 يوم نسبة الإضاءة 85% خلينا نروح للتوقعات عشان ما نطيل عليكم اللي بده التفاصيل أكثر وخصوصا عن مزاج الكواكب والزوايا وتأثيراتها بينتظر أو يسمع التوقعات القادمة برج الحمل طبعا بتنشطه في ساعات ما قبل الظهر ما بين الأصدقاء ولقاءات وممكن يتوجه الكدعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو تسعد بلقاء صديق ما أو ممكن حالفك الحظ بدعم ما من أحد الأصدقاء أما من ساعات العصر فرح تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لعملكم ما تجهد حالة كثير راقب غذائك وأكلك وراحتك وحاول تأخذ قصد كافية من الراحة وحاول أنك ما تبدأ بشيء جديد برج الثور حفظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصل الأعمال اللي بدأت فيها من قبل لأن الأجواء بتساعدك على إنجاز الأعمال وبرضو الاهتمام بأماكن العمل أو مع رؤسائك أو زملائك في العمل من ساعات العصر بتنشطوا في أمر إلاها علاقة بلقاء الأصدقاء أو تحاور معهم أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو دعم أو شيء ما برج الجوزاء طبعا اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة أو بكون عنده سفر أو تنقلات بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض الأجواء جيدة بالنسبة للاتصالات والحوارات ولكن بدون مغامرات وطبعا هاي مناسبة لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتنشطوا في اتصال أو في أمور إلاها علاقة بسفر بعيد وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية أكثر رح يكون النشاط على المستوى المالي في ساعات النهار أمور إلاها علاقة بحسابات مشتركة أو أمور بنكية أو أموال الغير أو خطوة مالية أو مشروع أو محاولة حل مسألة إلاها علاقة بالوضع المالي من ساعات العصر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم ممكن يبدأ بدراسة أو الاهتمام بمسألة علمية أو بحثية برج الأسد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة أكثر وخصوصا علاقتكم بالأزواج لأن القمر موجود بالدل وبيت الشراكة فعشان يكي بعزز القدرة بالتواصل ما بينك وبين الشركاء ولكن طاقتكم ضعيفة انتبهوا لغذائكم وراحتكم وصحتكم من بعض التقلبات من ساعات العصر بتنهمكوا في أمور إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أو التزامات أو دفعات أو فواتير أو أمور إلاها علاقة لبعض الحسابات المالية أو أموال الغير أكثر برج العذراء واصلوا عملكم اللي بدأتم فيه من قبل وما تبادروا في عمل جديد يعني شوي ممكن أنه تتراكم عندك بعض الأعمال ولكن ممكن يظهر بعض المعاونين أو الأصدقاء بمساعدتك بإنجاز بعض الأعمال حاول أنه في فترة خلو المسار ما تبدأ بخطوة جديدة من ساعات العصر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم والتقرب من الشركاء أو من الأزواج أو حل مسألة معينة بتتعلق بخلاف أو جدال سابق برج الميزان بتظل العاطفي قوية عندكم وبميل أحبائكم للتجاوب معكم أو تعمل تقارب ما بينكم وبين الأحبة خلال ساعات النهار بس من ساعات العصر بتكن تنتبهوا أكثر لا أمور إلها علاقة بالصحة أو تراكم الأعمال أو ضغوطات ممكن تيجي بشكل مفاجئ صحية أو عملية فعشان هيك بتكن تنتبهوا على صحتكم وغذائكم ورحتكم برج العقرب تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم حاولوا ما تدخلوا بأي خلاف أو نقاش أو حوار أو شيء إلو علاقة بالمنزل ممكن اليوم يكون فيه اجتماع أو لقاء عائلي أو تحالف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة من ساعات العصر بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم أو ممكن ممارسة هواية أو انطلاق بمغامرة معينة أهم شيء أنك ما تبالغ بملذاتك برج القوس اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض انتبه أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك ما تغامر وما تجازف خلال هذا النهار في منكو من سرعة البديهة الموجودة عنده ممكن ينجح في تسويق لأمر ما من ساعات العصر بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية وبترغبوا بتقارب من أفراد العائلة وما ممكن يكون في حدث عائلي ما برج الجدي اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وحاولوا أن تخففوا من النفقات في منكو ممكن يحصل على مكسب مالي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن من ساعات العصر تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات وممكن تنشط إما بزيارة أو باهتمام العلاقة بأخ أو جار برج الدلو أنتم نشطون مع هيك ما تبادروا بأي عمل جديد بل واصلوا ما بدأتم فيه من قبل حاول أنك ما تغامروا ما تجازف بشكل كبير من ساعات العصر بتنهمكو بضبط ميزانيتكو ممكن يصير تطور ما أو شيء ملفت للنظر إلو علاقة بالوضع المالي أو ببعض المصاريف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ دير بالك من مصاريف الزائدة برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم في ساعات الصباح ولكن مع اقتراب ساعات العصر بتصير الفترة إيجابية وأفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن من ساعات الصباح بتكن تنتبهوا لبعض التقلبات الصحية اللي رح تنتهي برضو مع اقتراب ساعات العصر والأجواء تصير إيجابية وتنشحنوا بطاقة تكون لصالحكم أكثر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء